المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاءة أسكندرية سيد المستشار أهلا بيك أهلا بيك يا فاندي منزل صحة الحمد لله يعني بوادر أزمة ربما ندعو ألا تحدث بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حول قانون السلطة القضائية لا إن شاء الله ما فيش أزمة ولا حاجة هي الكلام بالعقل والهدوء إحنا بنعد مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية بالكامل تعديل مادة معينة فيه ما لهاش أي استعجال لأنها حتوق أول بتأويلات كثيرة فإحنا بنأمل إن إحنا المادة دي لا تعرض على الجلسة العامة حتى أنا لو عرضت على الجلسة العامة ما أعتقدش إن حد سيوافع عليها لسبب واحد إن جميع المجالات الخاصة بتوع الهيئات القضائية رفضوها فيبقى لابد التأني لحد ما يصدر قانون السلطة القضائية ينقشوك كامل وإحنا هنتقدم به للجهات الرسمية ولمجلس النواب فيه خلال أسابيع مجلس الدولة ومجلس الدولة في حالة غضب وفيه بيان بيطلعوه بيجهزوه نادي القضاة مصر يطلع بيان النهاردة واخترح اخترح ثالث خالص وإحنا كمجلس استشاري لنواد القضاة باعتبار رئيس المجلس استشاري لنواد القضاة مصر عاملين اجتماع يوم الأربع إن شاء الله في نادي القضاة في القاهرة في شامبليون يعني إن شاء الله فيه بوادر ليه لم الموضوع وعدم الدخول فيه لا طبعا الموضوع ده بالعقل يعني إذا كان فيه تعديل كامل لقانون السلطة القضائية فإيه الاستعجال إن احنا نعد المادة سات المستشار عبدالعزيز أبو عيانة أنا بشكورك جدا على هذه المدخلة وأعود سريعا للبرلمان المصري النهاردة البرلمان فيه قانون تمر نهاردة لسه يعني منذ دقائق ربما وإحنا على الهوى قانون التظاهر الحق في التظاهر القانون تم تمريره وطبعا وقطعا وأكيد هيحدث حالة من حالات الجدل في المجتمع ونظامات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والفيلم اللي إحنا كلنا متابعينه رغم أنه من حقنا نعمل القانون اللي إحنا عايزين لكن أنا سؤالي وسؤال بريء فعلا هل كان هناك عجلة لإصدار هذا القانون النهاردة يعني كان لازم النهاردة ما هو موجود بقاله فترة مش كان ممكن رحله شوية يعني مثلا غيرت نصر باع ولا فيه حاجة محددة خلت حد معين أنه يزوء القانون ويرميه عشان أخلص منه والريس يروح أمريكا ويتساءل في المؤتمر الصحفي طلعته قانون التظاهر وفيه 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 هو في إيه؟ أنا بسأل البرلمان بمنتهى البراءة هل كان من الضروري أن يتم تمرير قانون التظاهر النهاردة؟ ما كانش ينفع ينتظر قانون لحين فترة بعد الرئيس ما يرجع من أمريكا؟ إحنا مش بنقول إحنا أمريكا ما لاش علاقة بينا لكن لماذا أضع الرئيس وأضع البلد في حالة من حالات الجدل طالما يمكن أن أتحاشاها يعني أولويات العمل البرلماني أولويات القانون أولويات التشريع في البرلمان أولويات التشريع عن المعاني